السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث رأينا المرة الماضية الوحدة السادسة بعنوان مقاومة الحركة حيث رأينا أن كل جسم يكون في حالة احتكاك مع سطح يتحرك فوقه فإنه ستنتج قوى المقاومة أو ستنتج ما يسمى بقوى الاحتكاك وكتطبيق عفوا لهذه المفاهيم سنرى هذا المثال حيث أن لدينا جسم كتلته M1 موجود على سطح خشن ومعامل الاحتكاك بين الجسم وبين السطح هو ميو اس يساوي 0.2 والجسم الأول مربوط بخيط يمر فوق بكرة ويتدل في الطرف الآخر له كتلة ثانية M2 تساوي 10 كيلوغرام المطلوب هنا ما هو مقدار تسارع الجسم M1 طيب أول شيء خلينا نلاحظ أنه لكي يتحرك الجسم M1 يجب أن تكون قوة الشد في الخيط أكبر من قوة الاحتكاك الاستاتيكية FFRS التي تتناسب مع قوة رد الفعل N والتي تساوي في هذا المثال وزن الجسم W1 يساوي M1 في G أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الخيط يبقى مشدودا وهذا يعني أن الكتلتين لهما نفس التسارع نقدر نكتب إذن منذ البداية أنه A1 يساوي A2 لكن تجدر الإشارة إلى أن المقادير متساوية ولكن هل المتجهات متساوية؟ أبدا لا تسارع الجسم الأول في هذا الاتجاه بينما تسارع الجسم الثاني في اتجاه مختلف تماما وبالتالي المتجهات ليست متساوية ولكن المقادير هي التي تتساوى طيب بتطبيق قانون يوتن الثاني على الجسم الأول محصلة القوة يعني N زائد W1 زائد FFR زائد T تساوي الكتلة في التسارع لازم نكتبه A1 إذا أسقطنا هذه المعادلة على المحور X الN رح تكون صفر الW1 رح تكون صفر ليش؟ لأنه N وW1 هي متجهات عمودية على المحور X إذن مسقطها العمودي رح يكون صفر لا ننسى أنه لدينا قوة الاحتكاك الاستاتيكية تتناسب مع قوة رد الفعل N إذن FFR تساوي ميو S في N طيب قبل هذا خلينا نقول أنه FFR زائد T تساوي M1 في A وبالتالي إذا أسقطنا هذه المتجهات على المحور X رح نلاقي FFR بإشارة سالبة و T بإشارة موجبة و A1 بإشارة موجبة و رح نسميها A لأنه المقادير قلنا متساوية طيب لن ننسى قلنا أنه لدينا قوة رد الفعل الاستاتيكية تتناسب مع قوة رد الفعل العمودي N والتناسب هو ميو S وبالتالي رح نعود FFR هنا بميو S في N و رح نلاقي المعادلة ناقص ميو S في N زائد T تساوي M1 في A و رح نحتاج هذه المعادلة و رح نستعملها في الوقت المناسب طيب على المحور Y العكس رح تكون FFR0 و T0 لأنهما متجهات عمودية على Y مسقطاتها العمودية على Y تساوي 0 لأن في الاتجاه الموجبة ل Y نفس الاتجاه الموجب ل Y بينما W1 في الاتجاه السالب إلى تحت بالنسبة ل Y إذن N موجبة ناقص W1 تساوي 0 وبالتالي N ناقص M1 في G قلناها منذ البداية W1 تساوي M1 في G تساوي 0 إذن N تساوي M1 في G من المعادلتين واحد واثنين هات أنذكر بالمعادلة واحد هي ناقص ميو S في N زائد T تساوي M1 في A وفي نفس الوقت لدينا N تساوي M1 في G إيش رح نعمل؟ رح نعوض ال N بصيغتها اللي هي M1 في G رح نعوضها في المعادلة الأولى هنا وبالتالي رح نلاقي ناقص ميو S في M في G زائد T تساوي M1 في A إذا نستخرج T رح نلاقي أنه T تساوي M1 في A زائد ميو S في M في G وأخيرا رح نلاقي أنه T تساوي M1 مضروبة في بين قوسين A زائد ميو S في G ورح نسميها المعادلة ثلاثة وأيضا رح نستعملها في الوقت المناسب بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الجسم الثاني الحين هنا لدينا بس قوتين اللي هما T زائد W2 تؤثرانا على الكتلة M2 إذن تساوي M2 في A نسقط على المحور Y على المحور X ما في الزوم كلاهما عمودي على X إذن رح تعطينا 0 زائد 0 تساوي 0 يعني ليست بالمعلومة المفيدة ما رح تعطينا أي إضافة على المحور Y T موجب وW إلى تحت إذن عكس Y إذن سالب تساوي ناقص M2 في A لأنه A2 إلى تحت إذن إشارة سالبة سميناها A لأنه المقادير متساوية من المعادلتين ثلاثة وأربعة لا ننسى أنه ثلاثة تقول أنه T تساوي M1 ضرب A زائد ميو S في G رح نعوذ هذه T هنا بهذا الشكل أول شي خلينا نقول أنه T ناقص M2 في G T ناقص M2 في G يعني عوضنا الميو 2 بقيمتها تساوي ناقص M2 في A لو نستخرج T رح نلاقي أنه T تساوي تجي هذه من الناحية الثانية الصيغة هذه فتكون ناقص M2 في A زائد M2 في G وبنفس الطريقة رح نتذكر مع بعض سيغة T اللي هي M1 في A زائد ميو S في G رح نساوي بين الثلاثة والأربعة وتصير عندنا M1 A زائد ميو S M1 في G تساوي ناقص M2 A زائد M2 G وبالتالي رح تصير رح نخلي M1 أو A في ناحية والG في ناحية لأنه هدفنا أنه نستخرج أو نستنتج التسارع إذن رح تصير M1 في A زائد M2 في A تساوي M2 في G ناقص من الناحية الثانية ميو S في M1 في G الأي كعامل مشترك رح يصير مضروب في M1 زائد M2 يساوي M2 ناقص ميو S في M1 كل هذا مضروب في الضارب المشترك اللي هو G وأخيرا نقسم M2 ناقص ميو S M1 في G على مجموع M1 زائد M2 ونلاقي تسارع الجسم اللي نبحث عنه A يساوي M2 ناقص ميو S M1 في G على M1 زائد M2 وما بقى إلا نحسب كل هذه معلومة الكتلة M2 تساوي M1 تساوي ميو S معلومة كلها معلومة عملية حسابية بسيطة نلاقي التسارع بالمتر لكل ثانية تربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى